حرب ودمار وآلاف القتلى وملايين المشردين الحرب الطاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع تتأجج ومعها حصيلة القتلى معارك الفاشر أسفرت في الفترة ما بين العاشر من ماي والحدي عشر من يونيو عن مقتل مائتين وستة وعشرين شخصاً حسب آخر بيان لمنظمة أطباء بلا حدود ومن المرجح أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير ولكن يصعب التأكد في ظل انقطاع خدمات الاتصالات وصعوبة إيصال مواد الإغاثة والمساعدات وقد تزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية اتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً صاغته بريطانيا يدعو إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم في الفاشر يؤكد هذا القرار على الحاجة إلى وصول المساعدة الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق عبر الحدود وعبر خطوط التماس ويدعو السلطات السودانية إلى زيادة التعاون مع وكالة الأمم المتحدة ويعادة فتح الحدود بشكل عاجل للمساعدة في تسهيل زيادة كبيرة في المساعدة الإنسانية وقد طالب مجلس الأمن الدولي برفع الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السري على مدينة الفاشر التي يسكنها مليون وثمانمائة ألف نسمة وحث على الوقف الفوري للقتال في المنطقة كما دعا الطرفين إلى السماح للمدنيين بالانتقال إلى أماكن أكثر أمناً داخل الفاشر وخارجها ووافق المجلس على القرار بدعم من أربعة عشر دولة فيما امتنعت نوسيا عن التصويت لا يجوز ولا ينبغي أن يتم تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون موافقة السلطات الرسمية في السودان ونحن ندعو الجناح الإنساني للأمم المتحدة إلى الامتثال الصارم للمبادئ التوجيهية الحالية بشأن هذا الموضوع وندعو بعض أعضاء المجلس إلى الكف عن الاختباء وراء النواي النبيلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان من الواضح أنهم يفعلون ذلك لتعزيز أجنداتهم الخاصة يشار إلى أن الفاشر هي آخر مدينة كبيرة في إقليم درفور الشاسع بغرب السودان التي لا تقضع لسيطرة قوات الدعم السريح وفي آخر حصيلة للأمم المتحدة خلفت الحرب الداخلية في البلاد نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8 ملايين و500 ألف نازح ولاجئ